أهلاً بكم تأمل قداسة البابا فرانسيس في حديثه الأسبوعي بموضوع الصلاة كما علمنا إياها يسوع بأنها أولوية تتقدم على كل شيء ففي الصلاة الثبات لنبقى أقوياء في حياتنا وفيها أيضاً نجد مكاننا الصحيح في علاقاتنا مع الله وكل الخليقة وأضاف قداسته أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطكون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنطلو صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسته البابا البركة الرسولية وخاصة للأطفال والمسنين والمرضى والمتعلمين إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرانسيس تأمل قداست البابا اليوم في يسوع معلم الصلاة قال لجأ يسوع باستمرار خلال حياته العلنية إلى قوة الصلاة فكان يختلي مرارا في أماكن منعزلة ليصلي كلما ازداد انشغاله في احتياجات الناس ازداد شعوره بحاجته إلى أن يستريح في الله وفي حياته مع الآب الصلاة هي الدفة التي كانت توجه رسالته ومن صلاة يسوع يمكننا أن نتعلم كيف نصلي الميزة الأولى في الصلاة أنها أولوية تتقدم على كل شيء فبها نبدأ نهارنا وإن قضينا يوما بدون صلاة تحول يومنا إلى عمر ثقيل الصلاة هي إصغاء إلى الله والتقاء معه وهذا اللقاء يساعدنا أن نتجاوز المشاكل والتجارب ويفتح لنا أفقا جديدا يوسع عقلنا وقلبنا الميزة الثانية في الصلاة الثبات إن دومنا على الصلاة حصل فينا تبدل تدرجي نحو الأحسن وأصبحنا أقوياء في أوقات الضيق ووجدنا السادة من قبل الله الميزة الثالثة هي العزلة في الصلاة لأن الله يكلمنا في الصمت وفي الصمت نكتشف ذاتنا الميزة الأخيرة هي أن الصلاة تساعدنا أن نجد مكاننا الصحيحة في علاقتنا مع الله وكل الخليقة وأنهك داست الباب تعليمه قائلا علينا أن نعيد اكتشاف يسوى المسيح معلما للصلاة فلنذهب إلى مدرساته حتى نجد الفرحة والسلام والآن تحياتو البابا باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية اشتركوا في القناة عندما نداعب ندافع لدينا نزواتي secondo le mie leggi il Signore vi benedica a tutti e vi protegga sempre da ogni male ليبارككم الرب جميعا وليحمكم دائما من كل شر